مظبوط هلحكي مظبوط مظبوط اقولي اين مظبوط مظبوط انا ما بحب العمر ترك السكين من ايدك رجاء جوري لا تزعلي مني رجاء جوري لا تزعلي مني لا لا تبكي تزعلي مني جوري تزعلي مني جوري كانت صدمة كبيرة لعلو اعطيك اليوم حبي من هالدواء الدواء حل مؤقت مو اكتر لهيك لازم نلجأ لحل جذري لعلو مثلا نحن فينا ندخل مركز طوليب خانم تفضلي خلينا نحكي برا تفضلي طوليب خانم دخوله المركز رح يكون افضل لعلو بهالمرحلة مستحيل ما رح يصير هيك شي نهائيا بس البيت ممكن ما يكون لعلو وصفة مناسب ممكن انه يأزي حاله او اي حدا في حال عصب مرة تانية تمام بنرفع مستوى الحماية بالبيت خالدة تفضلي رتاح نعم بتفتشيلي البيت كله من فوق لتحد كل قطع ممكن الواحد يجرح حاله فيه بتكبيه وبالاخص غرفة جيهات بدي تفتشيه كتير منيح وجيبي اتنين قهوة لو سمحتي امرك طوليب خانم متفاهمة موقفك بجلنار خانم بدي اخي يكون قدام عيوني ولو شو ما كان يكون العلاج اللي رح تستخدميه بالمركز استخدميه هون بالبيت وين في مصيبة بلاقي ينال لفندي فيها طلع له علاقة بها المصيبة كمان بس بابا ينال شو الو زند يعني لو انت محلو كنت بتتركه للشاب بالطريق كان يجيبه ويرجعه على الاسر ليش تايا اخده عبيته الحاول الله يا ربي شو بدي يقول له الخانم والله مليت من هالحالي حاسة اني رح انفجر وطل لك اختي بتعرفي شغلي بابا ما رح يحبه لا ينال لو شو ما عمله حاجة بقى يا تعبت حاج انا كمان بدي ضل عمراضي فيهم حرام هي اختي بكفي بك لو سمحتي بعدين انتي ما بتعرفي بابا صدقيني صاري ما له زنب ابنه انا السبب بكل اللي صار مع جهاد انا مرأت عالبيت مشان جيب شوية اغراض فيني شوفك لخمس دقائه لا تحكي هذا الحكي هلا جوري انتي ما لك زنب ابدا جهاد مريض هو يلي علق حاله فيكي واتطور الموضوع كل القصة اني كنت ناطرة الوقت المناسكر ما الخبره ما توقعت انه توليب خانم رح تقول له كل شي دفعه واحده وفجعه بس انا كان لازم اتوقع انه رح تتصرف هيك تصرف اناني لدرجة ما تفكر بصحة اخوه حاجة دايق حالك لكي جوري انا كمان متلك متدايق كتير على جهاد ووضعه بس الزعل ما بيفيده باي شي لازم نساعده خلينا نركز على هذا الشي انا ومن بكرة الصبح رح حاكي معالج نفسي مشانه جوري بابا بنتي انتي شو عم تعملي هون كنا عم نحكي عن جهاد ونور فوتي ع البيت صالح عفندي فينا نحكي انا وياك يلا فوتي ع البيت حاضر بابا تصبحي على خير تولي بخانو وانتي بخير تصبحي على خير وانتي بخير تولي بخانو جهاد تحسن شو قلتي انتي ما بتخجلي لحتى تسأليني هيك سؤال جوري تولي بخانو بترجعكي لا تضغطي علي اللي صار اليوم كان اسهره كبير علينا كلنا باعتذر منك ما تواخذيني جوري خانو يعني كرمال حضرتك ما تحكي الحقيقة اخي جهاد عصب كتير وكان رح يقزي ويقتله لعمر لا وكمان كان رح يقزي حاله بتقليلي ما اضغط عليكي يا الله قديش تلاتي حساسي بس منيح انو ما ازحاله ولا ازحاده منه هذا اللي طلع معي كان لانسي جوري شو كنتي عملتي لو صار شي اخطر من هيك انا كرمال ما يصير شي اخطر من هيك كنت رح خبره شوي شوي بطريقتي الخاصة بس لما حضرتك ادخلتي جننتي بزيادة لك انتي اديشك وقحة وما عندك لا ادب ولا حياة طالب خانو اسمعيني منيح شو لحول اللي صار اليوم انا ما ليزنب فيه انتي السبب فيه وانتي اللي جننتي لجهات اسمعني صالح افندي بتمنى انك توسق فيني انا مشاعري تجاه بنتك ابدا ما انا مشاعر طايشي او عبره هلا اذا حضرتك ما عندك اي معنى بدي اطلب منك ايدة لجوري هاللصة مزعطة يا عمر بك انتو ما فيكن تبدو اشتركوا في القناة مونا عم تسمعي شو عم بحكي لتلك الغيو خلاص بس تولي بخانو لنا شهرين ناطرين هالاجتماع انتي متأكدة اي متأكدة بامري اهلين حبيبي اختي اي عمرين هلا بدي اسألك لما نتزوج انا وجوري وين بدنا نعيش من ضلعيشين هون ما هيك اختي اي طبعا جهاد هذا بيتك انت كمان رح نعمل اللي بيريحك يا عمري بس لما يجي وقت هالشي اه طبعا ومن نظم البيت متل ما بتحب انت اي حتي انا كمان رح ساعدك بهالشي شو رأياك جوري وبس بترتب وبتنظم كل شي وشكرا لالك بالمناسبة وعرسنا رح نعمله بالجنانة برا بحب الجنانة كتير متل ما بتعرفي وانا ايه ومننفخ كمان بقلونات كبيرة بعدين انا بنفس الطقم الرسمي وهيك رح يطلع العرس بجنانة جلنار خانم اهلين توليد طمنيني نام جهاد مني ايه نام مني ومن شوي بس لحتى فاق بس هو وهلأ بعد اذنك هيني يشوف حضرتك اليوم شوي جلنار خانم اهلين توليد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة